مرحبا برج الحمل أهلاً فيك فقراتك العامة طالع من فترة أن تحس فيها أن ما عندك خيارات وحلول فقدت الأمل وأيضاً كأن ما ليس لك يد تستطيع أن تغير فيها الواقع إلى واقع تحلم فيه على المستوى المادي ما هي طاقة المستقبل؟ النجمة تحقيق الأمنية ولكن النجمة هني قاعدة تقولي أنه عندك أمنية واحدة ما تستطيع أن تركز جهودك وأفكارك في أكثر من مجال أو على أكثر من شيء في نفس الوقت لازم تحقق هدف واحد خلال شهر يونيو أمام عينك الطاقة اللي راح تحتاجها ستة الأغصان هي طاقة أننا ما نخاف أن نكون محاطين بالناس أن نتفاعل مع الناس أن نحتك فيهم أن حتى نتقرب منهم أو نكون إحنا نطلع في أعين الناس بشكل أكبر يعني ما نخاف مثلا إذا نجحنا أن نكون بارزين أمام المجتمع ما نخاف أن نطلع مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي وأن نعرغ منتجاتنا وأن نعبر عن أفكارنا هذا النوع من الطاقة وما هي النتيجة النتيجة خلال هذا الشهر أو خلا نقول النتيجة المحتملة الخماسي الأول طاقة جدا جميلة عزيزي برج الحمل أنت مريت بمرحلة التغيير مرحلة كنت فاقت فيها ما هي أهدافك كنت مشدت شوية فيها عن ما هي أهدافك الحقيقية وين تريد أن توصل في الحياة وين تريد تروح وما هي أهدافك وكنت هنا أيضا كأنما لأن جمهة ثمانية السيوف مش عارف كيف تصل إلى الأمور اللي أنت أو الأهداف اللي حطيتها أمامك سواء كنت احتمال أن ترغب في تغيير وظيفتك في وظيفة أفضل أن تحقق لنفسك مشروع صغير يحصل لك على دخل إضافي تحصل على ترقية مهما كان أو حتى في الدراسة مهما كان أنت هنا هدفك في الحياة العملية كنت في الماضي كأنما عينك بصيرة ويدك قصيرة مش عارف أمامك الهدف ولكن مش عارف شنون رح توصل لك أحبدي أوضح أيضا الكرتات أول شيء أوضح كرت الموت نعم في أمنية هني أمنية أنت في السابق ما كانت مستعد أن تواجهها لما يحدث الموت خلاص نكون إحنا رجعنا أو تحولنا مرينا في التغيير أنت هنا من مرحلة الخوف اللي كانت تمنعنا أن حتى نعبر أو نخبر الآخرين أو حتى نختار نختار حياتنا القادمة كنت دائما تفكر أو لحد الآن احتمال لحد هذه اللحظة أنت تفكر أنه ما لك يد وما تستطيع تغيير واقعك واقعك إلا مش عجبك أن تعيش فيه التاري يقول لك أنت بدون حتى أن تعي أنت خلاص مريت في التغيير أنت مريت بالمرحلة المؤلمة اللي لازم تواجه فيها نفسك تواجه فيها أن ما ينفع أضلى داري أو أخبي أهدافي القادمة في الحياة أو رغباتي وين أبي أروح في أي دولة أريد أن أعمل وين أريد أن أسافر وأفتح مشروع مهما كان احتمل حتى ترغب في تغيير تخصصك تغيير مجال عملك دراستك كل التغييرات حدثت وإنت مش واعي لها أن فتحت أمامك الأبواب ولكن أنت لحد الآن تشوفك في طاقة ثمانية السيوف ما أدركت بشكل كامل أن الأبواب فتحت أمامك أن الفرص اللي أنت كنت تفكر أنها ممنوعة عنك وأن ما تقدر نائما برج الحمل من الأبراج اللي يفكر أن هذا هو الواقع الواقع سيء وأنا ما لي يد أو ما أقدر أن أغير فيه دائما نحس أن يدها مكفوفة مثل هذا الكرد ولكن خلنا نشوف الوضع تماما يجب السيوف بالضبط ثلاثة الأخصان لأن أنت كأنه مهني في مرحلة انتظار ولكن احذر أن الانتظار ما يطول لدرجة أن تتوقع أنه خلاص الهدف اللي أنت حطه في بالك ما رح يأتيك لما نطيل الانتظار بدون عمل بدون اجتهاد بدون جهود من جانبنا نحن نتوقع أن الأمنية المال النجاح الشراكة رح تقع في حضرنا بين يوم وليلة نعم أنت قمت بالجهود اللازمة ولكن هل فعلا لحد الآن عندك أمل أو أنك فقدت الأمل في موضوع معين خلا نشوف النجمة تحقيق الأمنية بضبط أنت هني أشوفك مثل ما قلت لك فقدت الأمل في موضوع معين وإن كان لحد الآن يشغل بالك مشروع ممكن يكون أي شيء أنت لحد الآن بعد تتحوم بانتظاره وإن كنت تتمثل هنا طاقة التمثيل تمثل على الناس أني أنا خلاص نسيت الفكرة اللي اللي فكرت فيها واللي كلمتكم عنها قبل سنتين قبل ثلاثة شهور ثلاثة شهور عندنا رقم ثلاثة ثلاثة الأخصان نسيتها ما قادت في بالي ولكنها لحد الآن حاضرة ولكن محتاجة منك كأن ما هني كرت النجمة وهو كرت برج الدلو محتاج أي الأمنية أن تسمعك وتنادي فيها محتاج أن تبحث في نفسك عن آخر ذرة أمل النجمة هي الأمل آخر ذرة أمل لحد الآن موجودة بداخلك وآخر مثل ما نقول حرب أو اجتهاد في سبيل هذه الأمنية مهما كانت الأمنية ممكن تكون حتى هنا أشوفها طاقة تحاول أن تذهب لتعمل في الخارج أو تدرس في الخارج في مجال الإبتعاث الأمنية نفسها ردت عرضت نفسها عليك انفتحت لك الأبواب البداية الجديدة اللي أنت كنت متوقعها واللي هني استثمت عنها موجودة أمامك عزيزي برج الحمل محتاج أن أنت تركز النية هني في النجمة دائما لما نشوف النجمة هو مش كارت يطلب مننا العمل أنت قمت بالعمل قمت بالجهود قمت بالاجتهاد محتاج في هاي الفترة أن تعمل على قانون الجذب وقانون أن تركز نيتك أن أنا خلاص سويت اللي المفروض أسويه فهل مرة راح أقبل على هاي العمل على هاي الفرصة على هاي الهجرة حتى راح أقبل عليه وأنا متوقع النجاح وأنا متوقع الفوز وأنا متوقع الججمة هو الحكم متوقع أن يتم قبولي ما يصير أن تتوجه نحو الأمنية اللي أنت تمناها والشيء اللي تبيه بتخاذل أو بيأس هنا مهم أن تتذكر قانون الجذب خلا نوضح ستة الأخصان الإمبراطورة بضبط لما شوف لك ستة الأخصان قلت لك ما تخاف أن تكون في أعين الناس وتحتفل مع الناس أو تبين للناس هي طاقة أيضا وضوح والإمبراطورة تحت هذا الكرت يقول لي يا برج الحمل أنت في حياتك عطيت الكثير قلت لك مرحلة الاجتهاد في هذا الموضوع بالذات أو الألم أو التعب أو أن أعمل على تقديم الطلبات ما في أي مشكلة في طلبك نفسه ما في أي مشكلة في الاستمارة ما في أي مشكلة في حتى المواصفات اللي قاعدة تنطبق عليك هنا والإشتراطات ما في مشكلة في الشي اللي أنت تتمنى أن تحققها رسميا ما في أي مشكلة والحكم أيضا إلى جانبك ولكن محتاج أنك كأنما كل جهودك اللي قمت فيها في السابق كلها تطلب أن تساندك في الفترة القادمة إيش لون يعني لما أنا أعتبر نفسي أن قمت بما فيه الكفاية وحان الوقت لأحصد الإمبراطورة هو كرت يبين لك كثرة العطاء أنت عطيت بما فيه الكفاية حان الوقت أن ترتاح وتحصد تنتظر وتقوم بأقل مستوى ممكن من الاجتهاد الفعلي الجسدي كل تركيزك في الفترة القادمة خلى على النية وتركيز الطاقة محتاج هذا النوع مش محتاج طاقة العمل نفسها والغصن الأول موضح بالشمس الشمس هو كرت النجاح كرت السفر كرت المرح وفوق الخماس الأول ما فيه أوضح من شذيه عزيزي برج الحمل أعيد وكرر لك إذا عدت وكررت عليك فكرة معينة معناته أن مهم جدا أن تستوعب كل الجوانب اللي أقصده فيها أنت مريت بمرحلة خلاص اجتهد فيها وتعبت بما فيه الكفاية هذا اللي قاعدة أشوفه في الطاقة أشوف شخص من برج الحمل اجتهد كثيرا عطى كثيرا في حياته بوجود كرت الامبراطورة أنت عطيت كثيرا أسبغت حتى في العطاء أكثرت من العطاء حان الوقت أن تسمح للآخرين أن يعطونك حان الوقت أن تتكلم بثقة لما تتكلم بخصوص مشروعك تتكلم أنك رح تنجح وما تتكلم بأسلوب الخوف بأسلوب القلق بأسلوب اللي أحس أنه ما راح أنجح أحس أنه ما راح أحصل وظليت أنتظر كثيرا هنا طاقة الانتظار ظليت أنتظر والحين ما صار شيء لازم تحس أنك تستحق هذا الشيء لك الأحقية تعرف الناس اللي يقولون عنهم entitled يتصرفون أن لهم حق حتى في الأشياء اللي فعلا هم ما لهم حق فيها أنت لك حق في هذا الشيء هذا الشيء موجود وفتح أبواب عشانك أنت اللي لازم إهني claim it claim it معناته أدخل إلى هذا المكان أدخل إلى هاي الفرصة أقدم طلبي ولكن ما أقدمها بيأس أو بخوف أو حتى بخجل أقدمها وأنا واثق وأحتك وأتكلم مع الناس أتكلم معهم عن جهودي أتكلم معهم خل الناس يفهمون جهودك لا تعيش في الظلام أو في طاقة الاستخباء في حياتك العملية تكلم مع الناس عن جهودك خلهم يفهمون ليش أنت تستحق هاي الفرصة خلهم يفهمون أن حان الوقت للحصاد مش للعمل أنت مقبل على فترة لازم فعلا تستوعب فيها ما الذي تستحقه وتطالب فيه هنا طاقة المطالبة طاقة التركيز على النية طاقة أن تفكر بقانون الجذب لما تفكر أنك تستحق هذا الشيء هذا الشيء رح يطرق بابك ولكن لما تفكر أنه ما رح يأتيك مهما حاولت رح تجذب اللي أنت تفكر فيه هذه حقيقة عند قانون الجذب سننظر الحين إلى الجانب العاطفي ووج الحمل هذه رح تكون قراءتك الجانب العاطفي بغض النظر عن وضعك مع الشريك هذه القراءة رح تكون عامة وأتمنى أن تلاقي فيها ليتناسب مع وضعك مع الشريك ووج الحمل الطاقة العاطفية طاقتك لشهر يونيو خمسة الأكوة طاقة الحزن على أوكي أنت مش أنزعلان على نفسك هنا عندنا أيضا كارز العربة ولكن وجود العربة جنبها يبين لأنك مستعد أن تتعافى أو تتخلص من هاي الشعور أوكي كارت الأمنية دائما اللي نتمنى يأتي لنا عندما احنا نقول نستسلم لما نستسلم أن الشريك ما رح يعطينا أو خلاص نقول أنه رح نمضي قدما نشوف الشريك يطرق بابنا مرة ثانية ملك النار عندك شخص فقدت الأمل فيه رح يكون جدا قيادي جدا شجاع جدا رح يتغير في طاقته احتمال أن أشوفه هنا عندنا كارت برج الدلو برج السرطان العربة أحس جدا هنا أتكلم مع برج حمل ما يحس بهذا الأحساس أوكي لأنك لا تستطيع التخلص من التفكير في هذا الشخص حاولت وبحثت عن كذا طريقة أن تنسل فيها وتكون أشجع وتكون أقوى تحاول هنا أن تغير أيضا طاقتك العاطفية عرفت؟ وتبحث عن مكان جديد منطقة جديدة تزرع فيها بذورك لأن هذا الشريك كأنه ما سبب لك الكثير من الإحباط في الماضي أوكي النزمة ست الخماسيات عزيزي اللي تستحقه اللي يضع منك اللي الشخص اللي ما قد ترك راجع خلال شهر يونيو أو ابتدأ خلال شهر يونيو أن يكون مستعد أن يعطيك حقك هذا الملك وإن كان ملك شوية لأنه من برج ناري وإن كان شوية ملك شوية معتد بنفسه شخص مغرور ولكن يتأكد خلال شهر يونيو مستعد أن يعطيك ما تستحقه الحب والاعتراف هنا أشوف الاعتراف وإن كان شخص دائما يكابر اللي قاعد تتعامل معاه دائما يكابر ما يتكلم عن حقيقة مشاعر معاه ما يبين لك أهميتك في حياته هنا عندنا النجمة مرتين ما يبين لك أهميتك في حياته أو مكانتك في حياته لكن خلال هذا الشهر كأنما ستة الخماسيات هي طاقة قريبة من كرت العدالة رح تحصل على التوازن في الفترة القادمة على الاعتدال إذا أنت كنت دائما اللي تحاول أن تصلح العلاقة تعدل وضعك مع شريكك تتفاهم معاه وهو صعب صعب المراس خلال شهر يونيو رح إن شاء الله بالضبط هنا يتكلم لك التارو عن الكارما الكارما بما معنى اللي تزرعها رح تحصدها يوم من الأيام وإن كنت حاليا يا برج الحامل زعلان على نفسك زعلان النكس نثمرت مع الشخص تحس هنا لم يعرف قدرك على كثرة ما أنت بيينت له مشاعرك استعدادك وقفت معاه هنا أيضا أشوف برج حامل وقف مع شريكة أو حبيبة الكثير من الوقفات كانت لك وقفات مشرفة مع هاي الشخص وإن كان هذا هو المؤلم في الموضوع أنت أكثر حاجة من الشريك ماديا أو أنت ما بقول لك أضعف أنت أكثر حاجة إلى الأمور اللي كنت تضحف فيها من أجل الشريك إذا كان يقول لك مثلا أنه هو مشغول يتعذر فإنت كنت مشغول أكثر ولكن توجد الوقت من أجله إذا كان مثلا يقول لك أن أهلي رافضين فكرة الزواج فإنت كنت تعاني من أهل أقصى وأعند من أهله حتى وضع أسري أسوأ وضع عدم تقبل أسوأ ولكنك إهني وجدت لنفسك طريق قاعدت تقول الشريك برغم كل المصاعب اللي واجهتها في طريقي كرت العربة هو التسهيل المصاعب أنا أوجدت لنفسي وقت ووضع أقدر أكون فيه متواجد عشانك أنت هذا طبعا في الماضي إهني أشوفك كأنما حزنت على نفسك لأن جهودك لم تثمر مع هذا الشخص هذا الشخص لم يقدر جهودك كان دائما نشوف إهني أهوى عنده مستوى الملك نضوج الملك موارد الملك يقدر أنه هو اللي يغير الموضوع ولكن لحد الآن لم يحرك شعره شنو اللي تنتظرك خلال شهر يونيو شهر يونيو شهر رح ترجع فيه العدالة الإلهية أو الكارما إلى جانبك لأنه أنت زرعت بغض النظر سواء كنت بانتظر هذا الشخص فقط أن يعتذر بانتظر أن يرجع إلى حياتك بانتظر أن تحس عندك شوية نوع طاقة انتقامية بغض النظر ما هو الهدف اللي أنت حطه أو النية اللي حطها في قلبك تجاه هذا الشخص هذا الشريك العدالة رح تكون إلى جانبك الفرصة في يدك أنت اللي من حقك تستخدم هاي الطاقة وين تروح اوكي هنا عندنا العربة تحتها المشاغب دعنا تبين لي أن أنت دائما كنت تستطيع تسخر الظروف عشان تتواجد من أجل هذا الشخص نزيل لأن هذا الشخص بالنسبة لك الأمنية الأمنية تحلم أن يوم من الأيام ترتبط فيه أو تكون معه شخص من برج ناري أسد وممكن أيضا حمل أو حتى قوث أو ممكن فقط تكون طاقة نارية أو ممكن أيضا تكون دلو مثل الأبراج اللي ذكرتها لك عندنا هنا أيضا كارت برج الجوزاء لكن هذا الشخص قلت لك كان قليل في العطاء معاك سواء عطاء الوقت عطاء الجهد كان ما يعطيك حقك خلال هذا الشهر هذا الشخص مستعد أن يرجع أو ابتدى يفكر أنه فعلا يرجع ابتدى يبحث عنك هنا عندنا الزاهد اللي يبحث عن النجمة أنت هنا فقدت الأمل ومضيت قدما ولو جزء منك ممكن لك على الأقل جزء منك مضى قدما على مستوى الروح انتعبت من العطاء هذا الشخص رح ترجع معاه العدالة إلى جانبك وهو اللي يصير يلحق وراك وهو اللي يصير يبحث عنك وهو اللي يصير يفكر كيف يعطيك الأشياء اللي قصر فيها في السابق معاك يريد أن يعوضك خلي نقول يريد أن يعوضك عن تصرفاته في السابق هذا الشخص أشوفه نضج يعني نضج حتى مو فقط معاك حتى مع نفسه ابتدى يواجه نفسه بحقيقة تصرفاته الطفولية في السابق أو تقصير على الأقل في العطاء أنزين هنا يقول لك أربعة الأكواب تحتها ست الأكواب جهودك أشوفه هذا الشخص من الماضي جهودك اللي وضعتها معاه لا تفكر أنه راح تروح عبثا أنت زرعت راح تحصد ولو كان مو مع هذا الشخص فإذا مع شخص ثاني لأنه هنا الكروت تبين لي أن الكارما هي إلى جانبك وليست إلى جانب الشريك وكعزيزي برج الحمل هذه هي قراءتك العاطفية راح نشوف ما هي الأخبار القادمة في طريقك خلال هذا الشهر سواء كنت تنتظر فحوصات تنتظر قبول الهجرة نجاح في الامتحانات مهما كانت الأخبار اللي أنت بنتظارها بنتظار الشريك أنا يعيد يتواصل معاك خلنا نشوف ما هي الأخبار القادمة في طريقك برج الحمل الأخبار القادمة في طريقك ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر